إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم معلم الناس الخير فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير وعلى النقيد العالم الذي يكتم الحق المنزل من عند الله طبعا في مال أو جاه أو سلطان ماذا يستحق؟ اللعن من الله ومن الخلق أجمعين وكلنا نعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أسلم عام سبع هجريا ولكنه ظل ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم حتى وفاته ولم يمنع أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه من كتم الأحاديث النبوية سوى آيتان أتدري ما هما إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك 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 يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والكتم هو إخفاء الشيء عن قصد وعمد رغم الحاجة الشديدة لإظهاره وكتمان الحق يحتاج إلى مجهود جبار ومن منا يستطيع إخفاء الحق فهو كمن يحاول أن يخفي عن نور الشمس لا شك أن هناك طائفة ممن كتم الحق ثم تاب وعاد إلى الله عز وجل وهم مستثنون من هذه الآية ولهذا جاء الفعل يكتمون في صغة المدارع ولماذا يكتمون الحق المنزل في كتبهم حسدا وحقدا وبغيا وظلما وعدوانا واستكبارا عن كبول الحق وكم كانوا بارعون في كتمان الحق بالإخفاء والتحريف والتبديل وتأويله بتأويل فاسد يوافق أهواءهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا على وشه العموم من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل وحتى القرآن الكريم من البينات والهدى والهدى عم وأشمل وده لأن الهدى يشمل البينات والمعاني المستمدة من هذه البينات والهدى أيضا يتضمن النص وما يستمط منها ولا بد للبينات أن تخلوا من الغموض واللبس وللهدى أن يخلوا من الضلال والزيغ وما كتموا الحق عن جهل أو قلة علم وإنما كتموه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب وما يكتم الحق إلا خبيث النفس لئيم الطباع سفيه الرأي فهل نقف أمام من كتم الحق مكتوف الأيدي؟ كلا بل نواجههم كل حسب قدره واستطاعته ومخطئ من ظن أن السلام في اجتناب الناس وتركهم على الباطل مع علمهم أنهم على باطل فدعك من السلبية وتحرك نعم استطاعوا قديما كتمان الحق لقلة المصادر ولكن في هذا الزمان ليس لنا عزر بل علينا أن نبحث ونستعين بأهل العلم الحق حتى نصل إلى الحقيقة وكل من كتم علم نافع ديني أو دنيوي يدخل في هذه الآية الكريمة وليس كل من يكتم الحق يستفيد من كتمان الحق فهناك من يكتم الحق دون أجر فماذا استفاد غير اللعنة؟ وما بالك بمن كتم الحق ليحصل على الأجر كأهل الكتاب لما كتموا الحق أولئك يلعنهم الله ويطردهم من رحمته ويلعنهم اللعنون من الملائكة والمؤمنين وحتى البهائم والحشرات يصيبهم القحط والجدب من سوء أعمالهم فيلعنوهم حتى الدواب والنباتات يقولون منعنا المطر بخطايا بني آدم ويلعنونهم وكأن اللعنة تنصب عليهم من أعلى ومن أسفل ومن كل اتجاه وتصاحبهم اللعنات حتى بعد الممات وفي يوم القيامة فيلعنهم كل من ضل بسبب كتمانهم للحق وكأنهم تحولوا إلى ملعنة ينصب عليهم اللعنة من كل صوب وحب وفي كل زمان ومكان إلى يوم القيامة جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة sacar قطعة القناة وغم.. اشتركوا في القناة